الصدمة في المباراة الأولى والمنتخبات العربية أغلبها أخر الصدمات فالمنتخب القوي هو اللي قدر يرجع وطولي سنة بشوف أنه هو منتخب قادر أنه يعود وممكن يعود النهاردة قدام جنوب أفريقيا ويتأهل في المركز الثاني مجموعة الأخيرة مجموعة السادسة واللي برضو هتلعب النهاردة بس المتشاطة هتبسع عشرة مساء مجموعة منتخب المغرب طبعا منتخب المغرب والكنغو الديمقراطية وزنبيا وتنزانيا مجموعة فاجئ فيها المنتخب الكنغو الجميع طبعا والمدير الفني دي صابر اللي كان سابق لي أنه هو اشتغل في مصر قبل كده مع النادي الإسماعيلي عامل منظومة لعب جماعية في زي ما قلت لك يا أحمد يعني يمكن عمل عرض مميز أو أمام زنبيا أو عمل عرض مميز أو أمام منتخب المغرب تعادل في المباراتين ولكن أعتقد أنه هو هيفوز علشان يواجه منتخب مصر كأفضل تواني مع أفضل تواني من مجموعة منتخب مصر ومنتخب المغرب محتاج النهاردة إذا ما تغيرتش النتائج من الوارد أنه مواجهة مصر تتبقى مع زنبيا أو المغرب لا المغرب لا المغرب لو خسرت دي قصة تانية أنا أكلم عن النفوذ النهاردة المغرب هيدملوا المركز الأول ويبقى هنا بعيد عننا المغرب وهيكون كمان بعيد عننا واحد من اتنين نيجيريا أو الكاميرا لأنهما الاتنين هيغباطوا في بعض في دولة 16 فبالتالي واحد منهم بره البطول منتخب زنبيا منتخب مش سهل ومباراته مع المنتخب المغربي برضو النهاردة هتبقى مباراة صعبة مش سهلة يعني ظهريا يبدأ من المنتخب مصر زنبيا طبعا زنبيا طبعا